اهلا بكم في تحول جذري في قطاع العدالة أعلن سعادة المستشار عبدالله البوعينين رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء عن تدشين خدمة رفع الدعاوى المدنية والتجارية بجميع أنواعها ودرجاتها ألكترونيا بشكل كامل والذي يأتي ضمن التعاون المشترك ما بين وزارة العدل وشؤون الإسلامية والأوقاف وهيئة المعلومات والحكومة الألكترونية والذي أثمر عن هذا الإنجاز التحديثي الكبير في مسيرة تطوير المنظومة القضائية والعدلية وحول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا في استوديو البرنامج المحامي حسن العجوز ممثل الاتحاد الدولي للمحامين بمملكة البحرين أيضا سيكون معنا الحديث عن نفس الموضوع المحامي محمد بمطيع ولكن قبل ذلك دعونا نتعرف على ردود بعض المحامين والعملين في المجال القضائي حول هذا أهلا بكم من جديد وحول هذا الموضوع يسرني أن يكون معي المحامي حسن العجوز ممثل الاتحاد الدولي للمحامين بمملكة البحرين والمحامي محمد بمطيع يهلا وسهلا بكم يهلا بكم سعادة أبو جوركم معنا في استوديو البرنامج في 15 ثلاثة الماضي تم تتشين خدمة رفع الدعاوة المدنية والتجارية بالكامل بجميع أنواحها ودرجاتها بشكل ألكتروني كما تم الإعلان عنها مسبقا هذه العملية كيف تؤثر في سير عملية التقاضي؟ أنت حين مارستوها لحوالي أسبوعين أو أكثر ثلاثة تسابيع تقريبا صحيح كيف حسيت بالفرق وكيف أثرت في سير العمل؟ طبعا موضوع تسجيل الدعاوة إلكترونيا هو لا يقتصر على تسجيل الدعوة فقط هو تم تحول إلكتروني في جميع إجراءات الدعوة ابتداء من إجراء تسجيل الدعوة فالإجراء يتم أن المحامي أو حتى الطرف العادي يدخل بالإيكي تبعه هو الإيكي الذي يدخل ويستخدمه على موقع الحكومة الإلكترونية لجميع الخدمات المتوفرة عليه من ضمنها خدمات وزارة العدل وهي بين قوسيا خدمات المحاكم فممكن أنه يدخل ويقدم المستندات التي عندها يقدم الوقائع يقدم الأطراف التي يريد أن يختصمهم في الدعوة مباشرة يروح لهم إعلان إلى الطرف الآخر أن هناك دعوة سجلة ضدك المدعي مقدم الدعوة يقدر حتى يدفع الرسوم القضائية المحددة حكي الدعوة يدفعها أونلاين من غير ما يكون لداعي أنه يتواجد في مبنى وزارة العدل نعم إذن سيد محمد اليوم ما في داعي الموكلين ولا حتى المحامين اليوم أن يذهبون إلى وزارة العدل اليوم حقيقتنا وشيئنا بدلاتنا أشكركم على هذه الاستضافة وحقيقة في تحول أنا أسمي هذا الحدث يعني يجب أن لا يفوت في البحرين ما كان يعمل عليه خلال السنتين الماضيتين اختزل في أسبوعين الموظفين حقيقة اللي عملوا مع سعادة وزير العدل ورئيس أو نائب رئيس المجلس لعل القضاء كانوا يشتغلون ليل نهار من أجل هذه اللحظة نعم الآن اليوم ما لا داعي المواطن وهو قاعد في البيت يقدر يخلص إجراءات تسجيل الدعوة بالكامل قبل احنا كنا لازم تروح المحكمة تقدم ملف الدعوة بالأطراف تنطر ما لا يقل عن ساعتين إلى ثلاث ساعات عشان يجيلك رد هل هذه الدعوة شكلها صحيح متوافقة مع الشكل القانوني أيضا بعدها يرسلون لك مسج وإيميل أن تعال ادفع الرسم الواجب تروح أيضا بعد تنطر في كيو عشان تدفع هذه الرسم اليوم كل هذه الكلام أنت اليوم قاعد في البيت جدامك اللابتوب مالك تسوي أبلود حق الأطراف تسوي أبلود حق الدعوة تختار نوع الدعوة هذه هي مدنية تجارية أي أن كان طبعا الموضوع بدأ بتدرج بدأ بالمحاكمة التجارية ثم الدعوة التي هي أقل من ألف دينار ثم الفواتير التي تجارية أيضا وبعدين في هذا الأسبوع بدأ الموضوع الشق الجنائي أسبوع اللي فات بدأت الدعاوة المدنية وتسجيلها كل ما في الأمر الآن أنت تقدر وإنت قاعد في البيت ليس بلازم وقت الدوام رسمي اليوم أنت قاعد المغارب لعشة تقدر تسوي هذا البروزس كامل من؟ كمحامي؟ أو أيضا كمثلا مدعي صاحب دعوة أي شيء؟ أنا أي شخص الآن أي شخص يقاضي أي شخص من حق التقاضي مكفول للجميع أنت توكل محامي توكل محامي قانونية لذلك الآن الموضوع ويد أسهل وأسرع الآن مجرد أن أنت تتبع الخطوات اللازمة وتدفع الرسم على طول أنا اليوم توني قبل برنامج مسجل تقريبا ثلاث أربع دعاوي ما تصورت أن بهذه السرعة يتمرد مجرد أن أنت تدفع الرسم يأتيك موعد تحديد أول جلسة في السابق كان يأخذ له ما لا يقل عن أسبوع فإجراء هذا الحدث أنا أظن يجب أن يشكر عليه القائمين عليه برئاسة نائب رئيس المجلس العالم القضاء ومعالي وزير العدل والفريق الكامل اللي كانوا يشتغلون يعني بحسب كلام كانوا يقعدون الليل 10-11 في الليل في الوزارة يعني هذا الأمر كان معمول عليه منذ فترة طويلة ممكن ما تفضل الأخير محمد من حوالي سنتين قال يشتغل فيه صحيح ولكن جاءت فترة يعني انتشار فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية لمكافحة هذا الفيروس ومسألة نحن كمجتمع واحي يجب أن نخلق التباعد الاجتماعي آلية العمل من المنزل تخليص المعاملات الإلكترونية جاءت لتسرع من تتشين هذا الأمر عملية يعني الإسراع هل أثرت ولا أنتم لما بدأت وبدأت التعامل ومعالقتها يعني فرقت ويت في عملكم هي طبعا حتى لو كانت هاي الإجراءات توها الآن خلال الأسبوعين الأخيريين أو ثلاث أسابيع صارت بسرعة بالضبط طبعا النظام الإلكتروني كان موجود قبل خمس سنوات لكن كان استخدامه محدود على محاكم التنفيذ فقط وطريقة استحصال المبالغ التم أونلاين إذن كان موجود يساب كان موجود كمحاكم تنفيذ فقط إدارة محاكم التنفيذ المسؤولة عن تنفيذ الأحكم لكن موضوع الدعاوة والجلسات وتبادل المذكرات هاي كان يتم بطريقة الاعتيادية حضور الطرفين أمام القاضي تثبت من هوياتهم استلام المذكرة أعطاء نسخة منها كوبي إلى الطرف الآخر هاي كان الإجراءات اللي تم سابقا وطبعا كان أكيد عند وزارة العدل ومجلس العدل القضاء خطة لتحويل جميع هاي الخدمات إلى خدمة إلكترونية أنا باعتقادي أنه كان هاي هي الفترة المخصصة حق طرح هاي الخدمات الإلكترونية لكن موضوع الإجراءات الاحترازية أيضا سرع فيها لدرجة أنها شملت جميع أنواع الدعاوي يعني موضوع الدعاوة المدنية العمالية الإيجارية هاي كنا نحن سمعنا من المسؤولين في الوزارة أنها راح تكون في مرحلة قادمة لكن سبب الإجراءات الاحترازية يعني بدت وخلصوا منها أساسا أمس أو أول أمس فقط صدر قرارات من معالي وزير العدل بخصوص آلية إدخال الدعاوي العمالية والإيجارية هاي توها صدر من يومين وأيضا دعاوة الجنائية صدر فيها تعديل في القانون هو قبل يومين وصدر أمس أيضا قرار من معالي وزير العدل بخصوص سماع الشهود عن طريق الوسائل الإلكترونية الاستماع إلى المرافعات حضور المتهم سابقا كان لازم المتهم بنفسه في بعض الدعاوي يكون موجود أمام القاضي الآن تم الاستغناء عنه بالتواصل عن طريق الوسائل الإلكترونية أعتقد أنه سيكون في طور تجهيز المكان سواء داخل إدارة الإصلاح والتأهيل بحيث أن القاضي يكون في مباشر مع المتهم وأيضا مع المحامي إلكترونية إلكترونية طبعا هل تختلف طبيعة القضايا المدنية والعمالية والتجارية عن الجنائية وبالتالي الجنائية ممكن تأخرت أو تم إدراجها لاحقا لأن الجنائية ممكن لها خصوصية معينة بطبيعة الحال القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية يختلف عن قانون المرافعة المدنية والتجارية إذا نقسم القانون ببساطة نقول أن الناس نحط المدني والتجاري والعمالي والإيجاري في صوب ونحط الجنائي بروحة في صوب ثاني التعديل الأخير الذي صدر أسبوع اللي فات في تعديل قانون الإجراءات الجنائية تعديل جدا مهم اليوم أخي علي اليوم كل شيء قاعد يسوي بالتليفون اليوم كل شيء قاعد نسوي بالتليفون ما عاد يعني الناس ما في أحد ما يستخدم التليفون اليوم هذه الوسائل نحن شلون نستخدمها لتسهيل وصول الناس وتسهيل عملية التقاضي هذه الشيء اللي صار خلال هالأسبوعين وكانت شقالة عليه الوزارة والمجلس اللي على القضاء من سنتين اليوم الإجراءات اللي قاعد تتخذها الوزارة إجراءات وقائية قاعد تحمي الناس يقعد يقولون لك أنت مبلازمتي الناس قبل كانت تخاف أخي علي أني يوني الدبلوماسية من الزحمة قولك أنا يدو شيء يبني الدبلوماسية الدبلوماسية وأنا حصل لبارك وأنا حصل سيارتي ومتى أروح للمحكمة اليوم بالإجراءات والقرارات اللي صدرها معالي وزير العدل يقول لك أنت قاعد في البيت كل شيء ممكن يصير ما يحتاجن تلأتي المحكمة فالموضوع يعني أنا أحس أن إحنا جدمنا سنتين ثلاث سنوات يعني استبغنا الناس كثير من الجهات في البحرين كان لديها خدمات ألكترونية يعني كنا نشوف بنايات وتواصل وغيرها لكن كان يمكن مسألة القضايا والتقاضي يمكن مسألة يعتقد البعض منها معقدة لكن السرعة اللي صارت فيها وإن كان يعني العمل يتم فيها منذ فترة طويلة تبين جد البنية التحتية الاستراتيجية للحكومة الإلكترونية في البحرين قوية لكن أنا عندي يعني سؤال إذا كان لا داع للحضور الشخصي للمحامي وحتى يعني الأطراف الأصيلة أي طرف القضية مدعاء أو مدعالية أو غيرها شلون ممكن تتم عملية مثلا تقديم المستندات يعني إذا كان في طلب شهادة أمام القضاء الشهادة قلت عن طريق مثلا سكايب أو غيرها أو أي طريق الإلكتروني لكن شلون راح يكون تم يعني مسألة تقديم المستند إذا كان في شيك شيء آخر صحيح وهو طبعا هناك شيء يجب أن نبينها أن جميع الخدمات الموجودة في النظام الإلكتروني هي معكوسة إلى القواعد القانونية هذا الشيء المعقد في الموضوع مثل ما تفضلت فيه أنه لا يمكن إعداد مجرد برنامج إلكتروني من غير ما يكون فيه مراعاة إلى المواعيد القانونية إلى القواعد القانونية الأساسية التي هي ضمان حق الدفاع وضمان حق المتهم في الحضور والمرافعة كل هذه الأمور معكوسة حاليا في النظام الإلكتروني ضمان النزاه والعداد 100% أكيد فالإجراء الذي تم حاليا أنت كمحامي سابقا تستغرق مثلا يوم كامل أثناء الدوام الرسمي عشان تروح للمحكمة تستلم ورقة أو تسلم ورقة إلى القاضي أو إلى موظف معين الآن أنت قاعد في مكتبك كمحامي ترسل المستند ترفق في النظام الحكومي الإلكتروني في خدمات المحاكم بعض الخدمات قد لا تكون متوفرة حاليا تم تخصيص إيميلات بريد إلكتروني لكل محكمة تم تخصيص أرقام هواتف تتواصل مع الموظف ممكن ترسل لهم إيميل يوصل كرات خلال أقامنا 24 ساعة كل هذه الأمور موجودة فأساسا النظام الموجود حاليا الإلكتروني هو في حفاظ على وقت المحامي والمحامي يكون عنده وقت أكثر يستثمر في العمل القانوني والبحث القانوني يعني ستساهم كثيرا في تسريع التقاضي أكيد لأنه في نفس الوقت هو يحمي حتى وقت القاضي بدل من القاضي أنه يستمع إلى المرافعات أو أنه ينتظر في القاعة قاعة المحكم لمدة ساعتين ثلاث ساعات مجرد أنه تبادل مذكرات نحن كنا نسميه الآن توصلها يا مذكرات كلها في النظام الإلكتروني وهو قاع في مكتب وهو أخوي علي يعني إحنا ليش حساسين في موضوع التقاضي لأن موضوع التقاضي حقيقة يعني حساس جدا أن يتعلق بحقوق الناس صحيح فأنت يعني إحنا بلقى الدرجة أنت ما تقدير رجوكم فيه جاءت هذه الفرصة الآن لخلنا نقول تجربة هذه الأمر والتجربة الآن لحد الآن أنا أقول ناجحة جدا 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 اليوم وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء قاعد يقول لك أنا حطيت لك سيستم لكن هاي السيستم مو بكامل ممكن يوجد في أي سيستم في أي نظام الآن إحنا نشوف مواقع التواصل الاجتماعي الكبرى تويتر فيسبوك واتساب إيه لك في وقت لوقات يتعطل صحيح فيحتاج إلى خلنا نقول مينتون الصيانة هذه أيضا الوزارة وزارة العدل ومجلس الأعلى للقضاء قل لك أي خلل يوجد في النظام إحنا مستعدين عندنا فريق آي تي كامل متكامل يستقبل الإيميل ويرد عليك فيه ويصلح الموضوع الناقص وصراحة يعني شغل رهيب موجود يعني فريق اللي قاعد يشتغل على موضوع أتمتت العملية هذه فريق جبار قاعد يشتغلون شغل يعني أنا أقول اللي قاعد يساومونه هذه يحتاج وقت كبير لكنهم قاعد يختصرون لنا خصرون لنا الأمر وهذه طبعا دور بعد كبير لهيئة المعلومات الحكومة الإلكترونية اللي هم شركاء في أي شيء يتحول ألكترونيا في البحرين وجلهم تحية أيضا أنتو كمكاتب محامة إينا شلون أعكس هذا الموضوع على شغلكم هو كبداية كان في صدمة من بعض المحامين حسيتم صعب غريب يعني بعض المحامين كان عندهم هاي الصدمة والتخوف أن شلون أنا لازم أقابل القاضي بنفسي أنا لازم أشرح إلى القاضي شنو أبغي من طلبات شنو دعوتي تقول شنو التفاصيل اللي في الدعوة شنو مستند مالي يلقي للدعوة يلقي يأخذ راحتها في الكلام أمام القاضي فهي التحول اللي صار يعني طبعا الآن ما نقدر نقول أنه طبعا ممنوع أن تشوف القاضي بالعكس هاي شيء موجود لكن الأشياء إمداءة الحاجة أكيد مئة في المئة وما في أي قاضي يرفض أنه يقابل أي محامة ولا الموظفين أيضا موجودين وممكن أي وقت تتراجعهم لكن اللي صار عن طريق النظام الإلكتروني أن الأشياء الرئيسية المذكرة اللي يقدمها طرف هاي تقدمها أنت إلى القاضي عن طريق النظام الإلكتروني الطرف الآخر خصمك في الدعوة لازم يتلقى نسخة من هاي المذكرة عشان أهو بعد يرد عليك بمذكرة الدفاع أخرى هاي الأمور الرئيسية الأساسية في كل دعوة تتم إلكترونيا تتم إلكترونيا لكن ما في مانع مثل ما قلنا اللي هو الرجوع إلى الأصل دائما هاي الأشياء هي موجودك على سبيل الاستثناء والخيارات الأخرى المتاحة إلى المتقاضين لكن الأصل ما زال موجود ما زال موجود أنا أستاذ محمد يعني خطر لي تساؤل الآن إذا كان تقديم الدعوة بيتم إلكترونيا كيف ستتم عملية النطق بالدعوة إصدار الأحكام يعني هل ستتم أيضا بهذه الطريقة يعني بشكل تصل ورقة أو يعني تصل الرسالة أم القاضي أيضا يظهر معاك بطريقة تواصل اجتماعي أو تواصل إلكتروني عفوا ويصدر الحكم كيف ستتم يعني الآن موضوع إصدار الحكم وعلانية الجلسة وحضور الأطراف هذه فيه نقاش قانوني فقه بحت نحن نقول نتكلم عن الوضع الاستثنائي الحالي اليوم أنت تقدر تروح تسمع الحكم في شاشات موجودة وفرتها وزارة العدل عند مدخل الوزارة وأيضا تقدر أنت قاعد يقول لك أنت لازم حضورك في قرار نظم هذه الأمر من وزير العدل يوصلك إيميل يقول لك تم النطق في الدعوة الفلانية ويعطيك منطق الحكم عقب إصدار منطق الحكم يعني يصل لك منطق الحكم بإيميل يصل لك منطق الحكم بإيميل ومسج بالإضافة إلى ذلك كنا نتوقع سابقا شيء طبعا أنت كنت عشان تراجع إجراء في المحكمة أحيانا يأخذ لك نص ساعة ساعة لربع أحيان فثواني يعني بالإضافة إلى ذلك قبل إصدار الأحكام عشان تواخذ الحكم لازم تراجع مرة ومرتين وثلاثة أحيان ثلاثة سابيع لأنه في ضغط بطبيعة الحال يعني العمل القضايا تزيد ما تأكسر فيأخذ لك وقت عشان تسترمي الحكم اليوم وانت قاعد على السيستم تقدر تأخذ الحكم وتدفع الرسم المقرر وانت مرتاح سواء كانت لك صورة من الحكم أو كانت لك صورة انفيذية منه وتقدر بناءا عليك تتخذ الإجراءات القانونية التي تليها يعني ما تشوف الحكم نطقا ممكن تشوفه نطقا أيضا ولا فقط يأتي كريس ممكن تشوفه نطقا ممتاح الأمر في الشاشات اللي موجودة برها المحكمة وفي بعض المحاكم مفتوحة وتقدر تروح تحضر الجلسة وفي هذه الأوضاع طبعا ما نحن نشجع هذه الأمر حاليا طبعا لكن مستقبلا بإذن الله ممكن مستقبلا طبعا سيتم عملية التقاضي الألكترونية سيتم إن شاء الله هذه العملية بدأت بإذن الله وليس فقط لهذه الفترة هي ليس في مسألة استثنائية ولكن بدأت تم الإسراع فيها بسبب الإجراءات استثنائية تكلمنا عن تقديم الدعوة والنطق بالحكم لكن إجراءات تنفيذ الحكم كيف ستتم صحيح هو الإجراء في التنفيذ أولا أنا أبدأ بالنقطة اللي انتهى منها أستاذ محمد وهي نتأوش عشان تنفذ الحكم وتحتاج تستلم صورة من الحكم فاستلام صورة من الحكم سابقا كان فعلا يأخذ لها تنتظر شهر عشان يجهز الحكم القضاء تيواقعونها الان بيك ايميل الآن بيك ايميل في الضبط على الحكومة الإلكترونية تدخل تدفع الرسم يعني بدل ما تروح في الوزارة وتروح وين الكشير وين المحكمة وردرجة حق الموظف هاي العملية كلها اختصرت الآن وانت قاعد مكانك خلال ثلاث دقائق بالضبط منت تدخل تسوي الوقان تختار رقم الدعوة أستلم الحكم أدفع عليه يسكن الحكم موجود عندي أبدأ في الخطوة التالية وهي فتح ملف تنفيذ لأن في إدارة التنفيذ هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ الأحكام التي تصدر من المحاكم الموضوعية فتفتح ملف التنفيذ مباشرة يكون في الإجراءات اللي هو إرسال خطاب إلى الطرف الآخر تكليفه بسراد المبلغ الذي محكم عليه يرسل إلى إلكترونيا قبل كان عن طريق موظفين المحكمة المسؤولين عن مكتب التبليغات الآن يروح ل ميسج وإيميل إلى الطرف الآخر ما في شخص ممكن يقول الله ما وصلني ما في تحت إيميلي هذا الشيء تم معالجته من خلال القرار رقم 89 على 2018 صادر عن معالي وزير العادل اللي اعتمد الهواتف المسج عن طريق الهاتف والبريد الإلكتروني كآلية معتمدة رسمية للتبليغ وهي رسمية لا يستطيع أن يقول موظفين المسج ولا فتح الميل بالضبط لأن في الأخير هذه الأشياء متوفرة على موقع حكومة الإلكترونية أي أحد أكيد لمرة في حياته سوى معامل الإلكترونية فأكيد تم أخذ بياناتها دعوة جديدة في المحكمة أو أول مرة يحضر في المحكمة مباشرة يتم أعطاء استمارة لإعتماد بياناتها بشكل رسمي في جميع الإجراءات اللاحقة في الدعوة فيتم تبليغها إلكترونيا خلال سبعة أيام ما دفع المبلغ اللي محكم عليه مباشرة يكون فيه تعميم على الحسابات محجز على المركبات يعني هاي الإجراءات التنفيذية سوف يتم نظر فيه ممكن اتصال يعني ممكن ببين مستفر أنا أضيف بس ايه تفضل 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 بلاكس اليوم هذي الموضوع موضوع التنفيذ وهو الموضوع اللي هم الشارع الناس يقول لك أنا فتحت غماط شفت علي بلوك في حساباتي في السابق نقول كانت لازم تروح المحكمة تملي استمارة تقدمها حق القاضي القاضي يوافق عليه ولا ما يوافق عليه يمكن يوخذ الموضوع ساعات اليوم ونتقاعد في البيت تسوي لوغان تدخل الرقم اللي وصلك أصلا بالواتساب أغسيس وصلك بالاسمس وتشوف الدعوة اللي عليك وتختار الخيارات اللي موجودة خيارات يا جماعة كلها موجودة خيار تقصيط خيار دفع المبلغ خيار رفع التعميم وخيار مثلا رفع أمر القبض خيار رفع أمر منع السفر كلها موجودة لكن لازم الناس نبين لهم عشان نقول بعد الناس تستفيد فائدة ما يصير أنت تبدي في إجراء قبل إجراء أنت ما يصير تقول حق القاضي أرفع عني القبض والتعميم من قبل ما تطلب من تقصيط المبلغ أو سداد المبلغ فهي فيها أولويات لازم الناس تراهي أيضا الإجراءات القانونية اللي قلنا نتخذها بعد إصدار الحكم إذا بستطرد شوي ممكن الناس تفاجئ يقول أنا ما رحت ولا جلسة من جلسات الدعوة المجال مفتوح لك إلكترونيا تستأنف الحكم واليوم مو بس تستأنف حتى تقدم طعنك بالتمييز يمكننا كثير مننا أنا ومشاهديننا أيضا ليس متبحرين وليس ليس متعمقين في الإجراءات القانونية لكن لا يوجد أحد يتعامل مع المحكمة بشكل أو بآخر زواج، طلاق، ورث أي شيء دعاوة عليك لك الكل يتعامل مع المحاكم الإجراءات قد لا نعرفها بتفاصيل لكن هذا رح ينعكس بشكل كبير على سير عمل محاكم سرعتها وبالتالي عملية تكتل القضايا والناس اللي عندها أي تعامل مع المحاكم والقضايا رح يشعرون بالفرق أعتقد سأل حسين بالضبط هو مثل ما قلنا من بداية من منتصف عفوان شهر مارتش تم إطلاق خدمات الدعاوة الإلكترونية بخصوص المدني والتجاري حاليا خلال هذه الأسبوع تم توسعة مجال الوسائل الإلكترونية عشان تشمل الدعاوة العمالية والإيجارية والتجارية الأمور الشرعية لها خصوصية أيضا مثل طلاق الزواج بالضبط هذه الأمور أننا فيها من السرية ولحد الآن القانون لا أتاح أي وسيلة إلكترونية للاستخدام حاليا في الأمور الشرعية لكن حسب ما تم إعلانه أمس أو أول أمس تقريبا عن تشكيل لجنة بين وزارة العدل أو بين مجلس العدل القضاء سيبحثون فيها جميع الأجراءات الممكنة لأتمتت عمليات التوفيق الأسري وأيضا المحاكم الشرعية في نفس الوقت مع عدم الإخلال بالسرية اللازمة لحفاظ كيان الأسرة بشكل عام فهذه الأمور شغالي عليها فراح أيضا تفيد المجتمع في الحفاظ على وقته والسرية فهذه الأمور أنا وضيف بس على نقطة تكدس القضاء حقيقة المجلس اللي على القضاء من سنة 2018 بدأ بإجراءات كثيرة منها في قضية حسم الدعاوة الدعاوة المتكدسة في السابق أغلبها تم حسمها دعاوة الآن عمرها في المحاكم وهذه إنجاز لازم يذكر لازم نشكر اللي يقدم هذه الخدمة للناس ويقدم هذه الخدمة لهذا الوطن سعادة القضاء كلهم بلا استثناء قاعدين يشتغلون ليل نهار يعني زملائنا وأصدقائنا ولكن يعني جهد جبار خلال السنتين اللي فاتت ما في تكدس الآن في المحاكم ما في قضايا من عشر سنوات ولا خمسة عشر سنة ما زالت تنظر كل أغلب القضايا أنا أقول حسمت وجاء الوقت المناسب الآن لتطبيق هذا التحول الإلكتروني اللي أيضا بيساهم أيضا في تسريع التقاضي بشكل أكبر ويريح كل الأطراف المدعي المدعي عليها القاضي المحامي أي طرف حتى موظف المحكمة يعني هذا التقاضي الإلكتروني إن شاء الله يعني أكيد رح يكون لنعكاس كبير على حياة الناس بشكل عام على تحقيق العدالة وسرعة التقاضي وما إلى ذلك العمل مثل ما فضلته كان يعني مسبق ومنذ سنوات يعملون عليه لكن جاءت هذه الفترة جاء حد كورونا العالمية وسعيا من البحرين باللجنة التنسيقية العليا من أجل يعني مكافحة هذا الفيروس من خلال نشر الوعي المجتمعي التباعد الاجتماعي وما إلى ذلك والعمل من المنزل وأمور كثيرة فتم التسريع فيه الحمد بدأ ناجحا كما يقال إن شاء الله ستدخل أيضا فروع أخرى في التقاضي مثل ما تفضلته فإن شاء الله يعني هذا ينعكس على حياة الناس والمجتمع إن شاء الله بشكل إيجابي أنا في الختام شاكر لكم شرفتونا في حضوركم وما تفضلتو فيه الأستاذ المحامي حسن العجوز والأستاذ المحامي محمد بن طيع شكرا جزيلا علي يعطيكم العافية في الختام إذن مشاهدين نؤكد على أن تحويل نظام التقاضي إلى نظام ألكتروني بالكامل يتماشى مع تطلعات التطوير والتحديث وذلك من خلال تطوير مختلف الوسائل الحديثة التي تسهم في الارتقاء بمستوى وجودة الخدمات الحكومية خاصة الخدمات المتصلة بالشأن العدلي والذي سيسهم بإذن الله في تسريع إنجاز القضايا وتسهيل الطلاع على كافة مراحل القضية بمختلف تفاصيلها من قبل المتقاضين لا ترككم في حفظ الله وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر